عمرك سورت فيديوهات وفاجأة تجي تفتحها مع الوقت تلاقيها بايزة أو مش بتشتغل؟ او يزهر معاك مشاكل في صورة الفيديو زي ان مثلا بلقى الفيديو بقى مشوش في ضباب الجودة بتاعته قلت او ممكن يكون عندك الصور مهمة جدا مع الوقت تلاقيها بازت او مش بتفتح او تلاقي الصورة بايزة منك. وطبعا لو انت بتشتغل في المجال ده فانت ممكن تتحط في موقف محرجة جدا مع العميل انت تقول له الصور بتاعتك بوزد او الفيديوهات بتاع طبق اول رد فعلي لك ان انت هتحزف الصور ديات او الفيديوهات ديات على اساس انها بوزد لكن عايز اقولك ان الحل موجود في برنامج 4DDIG برنامج من شركة تينو تشير متخصص في اصلاح الفيديوهات والصور والملفات التالفة ويخليها ترجع تشتغل وكأنه ما فيهاش اي مشكلة ولو انت من الناس اللي شغلها كله فيديوهات وصور فالاداة دي هتكون اساسية عندك بدغطة زر واحدة تقدر تصلح شغلك وتكمل من غير ما تضيع وقتك وتعبك دوس لايك والله بنا نتعرف على برنامج 4DDIG من الرابط اللي هسيبهولك في وصف الفيديو هندخل على الصفحة دي علشان نحمل البرنامج بتاعنا برنامج 4DDIG لو انت هتحمل البرنامج لوندوز فانت هتضغط على طول على try it for free لو انت عايزه للماج هتضغط على اين ده mac version انا هنا محتاجه لوندوز فهضغط على try it free بعد ما يحمل معاك البرنامج بالشكل ده هنضغط عليه مرتين وهنبدأ عملية تسطيب البرنامج هنختار اللغة العربية ونضغط على ok وبعد كده نضغط على التالي هيبدأ على طول البرنامج يسطب معاك بالشكل ده وهيفتح معاك على طول بالشكل ده جارة ما نضغط على انهاء هيفتح معانا البرنامج دي الواجهة الرئيسية للبرنامج زهرت معانا بالشكل ده البرنامج هنا طبعا بيدعم اللغة العربية تقدر كمان انت هتتحكم في اللغة لو ضغطت هنا على التلات شرط دول هتتحكم في المظهر هتتحكم في اللغة تختار اي لغة مناسبة ليك سواء انجليزية واي لغة غير كده هنبدأ دلوقتي بقى ان احنا هنجرب البرنامج مع بعض. بص كده اول حاجة معنا وهي اصلاح الفيديو. اصلاح الفيديو ده بقى لو انت مسلا عندك فيديو شبه ده كده. الفيديو كده تجي تشغله اولا ممكن ما اشتغلش معك. ممكن تفتحه وتلاقي جزء منه شغال الجزء التاني لا. فيه هنا نغمشة زي ما هو كده. في الحالة بتاعك بصيغة من الصيغ اللي قدامك دي فانت تقدر بكل سهولة ان انت تضيفه للبرنامج والبرنامج هيقدر ان هو يحوله لك لجودة كويسة واشتغل معك بنفس الشكل اللي انت شايفه قدامك ده. كذلك الامر عندك ملفات الاصلاح للملفات لو عندك ملفات ورد اكسل اي ملف وحابب ان انت تجربها او ان هي حصل فيها مشكلة وحابب ان انت تصلحها تقدر ان انت تضيفها للبرنامج ويصلحها له. ايضا اصلاح الصور. الصورة مسلا جيت افتحها لقيت فيها شكل شبه ده. او لقيت نصها مخفي او لقيت جزء جزء منها بس اللي ظاهر. حاجة كده بس بتبقى فيها مشاكل في الصور فانت تقدر بكل بساطة تحمل اي صورة بشرط تكون مدعومة بالصياح دي كلها. والبرنامج بكل بساطة بيقدر ان هو يصلحها لك بالشكل ده. يعني بيرجعها لك لاصلاح. ايضا عندك حاجة اسمها محسن اي اي اي. ودي بقى اكتر حاجة مهمة معنا. لانها انت تشتغل بالزكاية الاصطناعية. سواء محسن الفيديو. هنا بيقدر يحسن لك الفيديو زي ما انت شايف. خل الفيديو جودة عالية جدا. بتخيل ان انت رح تصورت فيديو بعد ما روحت فوجيت ان انت العدسة بتاعتك ما كانش منزبطة. وعملت بلور في الصورة. او في الفيديو. فانت مش هترجع بقى هنا تصور وتعمل الكلام ده. لا انت ممكن تستخدم برامج زيادين هي تزبط لك الفيديو بتاعك. وايضا عندك محسن الصور. وعندك كمان في هنا تلوين الفيديو وتوسيع الصور وتلوين الصور. تعالى كده نجرب اهم حاجة طبعا هنا اللي هو محسن الفيديو. هنضغط عليه بالشكل ده. وبعد كده نضغط اضافة او سحب فيديو. وهنجي هنا نختار فيديو من الفيديوهات ديها عشان نشوف النتيجة بتاعتها تكون عاملة الساعة. فلنفترض مسلا عندنا فيديو زي ده هنضغط عليه وهنضيفه. اهم حاجة يكون الصيغة بتاعته متاح نحن استخدمها في الموقع. اول ما هنضيف الفيديو هنا بالشكل ده. هنروح هنا واطلعز فيها الشمال حاجة اسمها نموزج عام. وده طبعا هيقدر ان هو يزبط لك الفيديو كله. وفي نموزج الواجه لو مسلا الفيديو فيه واجه حد مش واضح يقدر ان هو يزبط لك الواجه بس. وفي نموزج الانيمي. يعني لو انت مسلا ضيف فيديو انيمي فانت هتقدر بكل بساطة تزبط الانيمي وتخلي الجودة بتاعته احسن بالشكل ده. انا هنا هستخدم النموزج العام عشان ازبط الشغل كله. عندك هنا الفور اه وال او اللي هو الجودة اللي انت تقدر تعملها او المقاس تقدر تزبط. انا هخلي عشان يبقى تقيل او يخلي بس طبعا ميزة كويسة ان البرنامج بيعمل وضع المحسن بيقول لك الجودة اولا ولا اولوية السرعة. تعال كده نختار اولوية السرعة اللي هتبقى ماشية مع وبعد كده هنبدأ على ابدأ في التحسين عشان نشوف النتيجة النهائية هتطلع معنا ازاي? هنا طبعا الفيديو خلص وهنا زي ما انا شايفين لما نيجي نشغل هتلاح زي فيه فارق كبير في الجودة. الجودة بقت اوضح كتير هتبقى اكتر لو انت عملت تصدير الكل عشان تشوف النتيجة النهائية للفيديو. تعال كده نعمل مقارنة. ده بداية الفيديو بعد ما خلص تعال كده نشوف الاول كان عامل ازاي? بصوا كده الفرق اما بين الصورتين او لقطة الاولى في الفيديو. هنا كان الفيديو زي ما احنا شايفين الصورة فيه فيها بلور ومش واضحة خالص ومش عارفين ايه ده ولا الكلام ايه ده. هنا زبط لك الجودة خليها لك عالية جدا كل الكلام بقى واضح البيت بقى واضح الكل الحاجة اللي موجودة بقت واضحة الناس بقت وششهم واضحة. زي ما احنا شايفين. بصراحة الفرق يشاسع جدا. انضفت احنا بقى فيديو بس المرة دي فيه هنا صورة وجه زي ما احنا شايفين بايز خالص فهنختار نموذج الوجه نختار تعالى كده نضغط على هنا في عندك تاليين وفي شاحزة هنختار تاليين ونضغط على ابدأ في التحسين وتعالى كده نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي? ودي النتيجة هنا طبعا الوش كان بايز شوية وعليك كده سنة بلور هنا حسن جودت الوش في الفيديو طبعا لان الموضوع بيبقى صعب شوية في الفيديو والنتيجة كويسة جدا. بنفس الطريقة لو ضغطت على تصدير الكل هتقدر تحفظ بالفيديو. وده بقى نموذج ده فيديو هنا كده تعالى كده نبدأ التحسين ونختار هنا نموذج هنبدأ التحسين وتعالى نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي? هنا بقى يقدر ان هو يغير ملامح لوش خالص لما هنا الملامح كانت بايزة ومش واضحة والعين هنا هنتحس ان هي عليها بلور هنا خلى لك الجودة عالية جدا. وده الطريقة اللي في نازم تستخدم بها الفيديوهات ديت ان هي تحسن جودتها لجودة عالية جدا وتنشرها على منصات زي زي مسلا وتلاقي الحاجات ديت بتبقى ملفتة جدا للنظر لان الجودة بتاعتها بتكون علي بنفس الطريقة نقدر نصدر الفيديو ونقدر ان احنا نستخدمه. عندنا كمان هنا في هنا تحسين الصور لو ضغطت على تحسين الصور وهنا مسلا جينا نختار صورة من الصور زي دي اضغط على صورة زي دي مسلا وبيجيب لك هنا برضو نفس النظام النموذج العام نموذج الوجه نموذج الحد من الضوضاء هنا مثلا النموذج العام هنختار الجودة ونروح نبدأ في التحسين وتعالى نشوف هيحسن جودة الصورة دي ازاي. تعالى بقى نشوف الفرق. هنا الصورة قبل وهنا بعد. الصورة الفرق شاسع جدا. التفاصيل ظهرت كل تفاصيل ظهرت القريبة والبعيدة. وزي ما احنا شايفين جودة الصورة بقت عالية جدا. ودي مسلا كويسة لو انت عندك صور عايزة تزبط تقدر تصبطها برضو هنا باستخدام البرنامج. لو مسلا برضو عندك صورة وعايز ان انت تتكبر مأسها تقدر تعملها توسيع باستخدام هنا الاداة توسيع بتضيف الصورة بتاعتك وتلقائيا مسلا لو الصورة صغيرة كده بتقدر تحولها لصورة كبيرة. يكون التفاصيل بتاعتها اعمق بالشكل ده. هتلاحز هنا كمان هو زود لبس وزود في الخلفية بالشكل ده. كمان عندنا تلوين الفيديو. لو ضغطت على تلوين الفيديو جبت مسلا فيديو مش ملون او فيديو ابيض وسود. هتقدر تضيف الفيديو بالشكل ده. مجرد ما تختار هنا وضع التلوين فيديوهات قديمة. اضغط على تلوين او فيديوهات الابيض والاسود. اضغط على تلوين هيبدأ البرنامج ان هو يلون لك الفيديو بتاعك بالشكل. وكانت المفاجأة. لسه هنا ما كملش اربعة عشرين في المية. ولما نيجي هنا مسلا نشوف هنا لقطة زيادية المعاينة دي. هتلاحز هنا البيت كله او هنا الصورة كلها اصلا ابيض والاسود وخلي باك ده فيديو. وهنا تم تلوينها بالشكل ده. عامل البيت وعامل الخضرة وعمل المية كل حاجة بلونها. بصراحة الموضوع قوي جدا. تخيل انت ممكن تضيف فيلم قديم او مصرعية قديمة ابيض واسود تحولها للوان بكل بساطة ان انت تضيفها الموقع هو يحولها لك لالوان. نفس الفكر هنا في تلوين الصور تقدر تلون للصور لو جيت هنا مسلا ضفت صورة تقدر تضيف اي صورة عندك مش ملونة. او لو جينا مسلا نختارنا صورة زي دي. هنضيفها بالشكل ده. هنختار هنا النموذج بتاعنا. ونضغط على تلوين. هيبدأ ان هو يلون لك الصورة بالشكل ده. وهنا كانت النتيجة. برضو الصورة تم تحولها من ابد يصل لالوان بالشكل الاحترافي ده. وبصراحة جود الصورة حلوة وشكلها حلوة جدا وتفاصيل مزبوطة جدا. نقدر طبعا نصدر الصورة او نحملها عندنا بالشكل ده. ونقدر بعد كده ان احنا نستخدمها. دلوقتي تقدر تجرب البرنامج بنفسك. ولو كود خاص ميوصل لتلاتين في المية. تقدر تشتري البرنامج لمدة شهر بسعر يبدأ من ستة تلاتين دولار. وعندك ممكن سنة بسعر خمسة وستين دولار. وممكن تاخد البرنامج او تشتري المدى الحياة بسعر تمانين دولار. وبكده بقى انا وصلت معك لنهاية فيديو النهاردة. رابط البرنامج هتلاقوه موجود في وصف الفيديو. تقدر تحمله وتجربه بنفسك. اتمنى ان تكون استفدت من الفيديو. لو عجبك الفيديو تدوس لايك. ولو عايز تشوف فيديوهات اكتر. تشتريك في القانوة في عالة الزجارة. علشان يوصلك اشعر بكل فيديوهاتنا في النهاية. السلام عليكم.